واحد! الشعب السوري واحد! 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 لأول مرة منذ انطلاق الحراك السلمي في محافظة السويداء جنوبية سوريا خرج المئات من التواقن للحرية في مظاهرة حاشدة جابت الشوارع الرئيسية لمدينة السويداء على وقع هتافات الحرية والانتقال السياسي السلمي للسلطة في البلاد مراسلة اليوم قالت أن شوارع مدينة السويداء وأحيائها الرئيسية شهدت مظاهرات حاشدة رفع المحتجون خلالها شعارات تطالب برحيل الرئيس السوري بشار الأسد وإسقاط الحكومة السورية وتطبيق القرار الأممي 2254 الخاص بالأزمة السورية قبيل الانتقال إلى المظاهرة المركزية إلى ساحة الكرامة وسط المدينة مراسلتنا أكدت أن المظاهرة الجوالة لا قد تفاعلاً لافتاً من أهالي المدينة مشيرة إلى مشاركة أهالي مدينة شهبة وقرى سليم والجنية والصورة الصغرى بالتظاهرة التي قالت إنها جرت بتنسيق مسبق من الهيئات التنظيمية للحراك السلمي في المحافظة وفي سلخض جنوبية السويداء أظهرت مقاطع فيديو مصورة إغلاق المتظاهرين شعبة حزب البعث في المدينة وذلك بعد حادثة إطلاق النار على المحتجين من قبل فصائل محلية تابعة لقوات الحكومة بالتزامن مع إغلاق مقار الحزب في كل من أمتان وأم الرمان والغارية حيث يؤكد المحتجون أن الإغلاق نهائي هذه المرة ووجه ناشط مدينة سلخة دعوة إلى عموم محافظة السويداء للمشاركة في تظاهرة ستنطلق في المدينة ماساء اليوم الثلاثاء وسط توقعات بأن تكون الأكبر على الإطلاق من حيث الأعداد للتأكيد على مطالب الحراك السلمية